بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم نرحب بالإخوة والأخوات أجمل ترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة العلامة الوالد الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء هذا الأسبوع أهلا ومرحبا سماحة الشيخ صالح حياكم الله وبرك فيكم هذا السائل يقول أرجو من سماحة الولدنا أن يقف مع الآيات المباركات في قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه في هذه الآية الكريمة يناد الله جل وعلا عباده المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يأمرهم بتقواه والتقوى أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية تقيك منه وتقوى الله تكون بطاعته فلا يقي من عذاب الله جل وعلا إلا طاعة الله عز وجل بامتثال أوامره واجسناب النواهي ولتنظر نفس ما قدمت لغد أمر جل وعلا أننا ننظر في أعمالنا التي نقدمها لآخرتنا هل هي أعمال صالحة خالصة لوجه الله عز وجل أو غير الله فلا ينفع عند الله من العمل إلا ما توفر فيه شرطان الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فننظر في أعمالنا هل هي على هذا المنهج فنمضي فيها أو هي مخالفة فنتوب إلى الله ونرجع إليه وإلى طاعته تنظر نفس ما قدمت لغد يعني اليوم القيامة سماه غدا لتحقق وقوعه وقربه فهو قريب كل ما هو آت فهو قريب وكل ما مضى فهو بعيد تنظر نفس ما قدمت لغد من الأعمال فما كان صالحا تزود منه وما كان غير صالح يتوب إلى الله ويرجع إليه ويستبدله بعمل صالح هذا هو الزاد للآخرة العمل الصالح قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى نعم واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون نعم اتقوا الله أي يجعلوا بينكم وبين غضبه وقاية تقيكم ويتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله أما كرر التقوى لأكديتها إن الله خبير بما تعملون فهو جل وعلا يعلم أعمالنا ويعلم هل هي خالصة لوجهه هل هي صالحة وخالصة لوجهه وغير ذلك فلا يقبل إلا ما كان صالحا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى نعم بارك الله فيكم هذا الأخ السائل يقول شيخ حديث الإرباض سارية رضي الله عنه عندما ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب هل هي عند قروب أجله لا أعلم بالتحديد ولكن على كل حال هي كانت بعد صلاة الفجر كانت بعد صلاة الفجر وعظهم صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع هذا يدل على أنه في آخر حياته وعند قرب أجله عليه الصلاة والسلام فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا يسأل ويقول ما حكم إطفاء النار عند النوم وخصوصا في كل ليلة هذا أمر واجب أنها تطفى النار لأنه يخشى أن تمتد وأن تحرق ما حول فلا يبيت وحوله نار تتوقد لا بد أن يطفئها نعم نذكر السادة لإخوة والأخوات تلفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال أو إرسال الرسائل النصية لسماحة الشيخ في برنامج فتاوى كما نود منهم دائما ونذكر أنا وزميل الشيخ خالد درميه في هذا البرنامج أن تكون الأسئلة واضحة ومختصرة كي نتمكن من عرض مجموعة من أسئلة الإخوة والأخوات الذين ينتظرون الحقيقة هذا البرنامج بفارغ الصبر نرجو منهم مرة ثانية أن يرسلوا الرسائل مختصرة شكرا للجميع فضيلة الشيخ هذا السائل يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر نعم هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم ما لنا أن نحضر مجالس الذكر مجالس العلم مجالس الخير لنستفيد منها فارتعوا يعني استفيدوا منها وافهموها لأنها مجالس خير ومجالس صلاح وإصلاح نعم السائل أبو إبراهيم يقول من عادتنا أنا وأولادي وأهلي نذهب في السفر فنمر على بعض المزارع فنقف منها ونأكل من ثمارها سواء التمر أو التين أو التفاح ما هو الضابط في ذلك؟ نعم ورد أن أن مار السبيل هو أن يأكل من الثمر الذي يمر به ولكنه لا يبالغ ويضر صاحب الثمر هذا حق للمار لكن بحدود نعم يقول السائل الشيخ هل يجوز بيع المصاحف حيث عندي مكتبة وأقوم ببيعها فضيلة الشيخ؟ لمح الخلاف بين أهل العلم ولكن العمل على بيع المصاحف لأنها لو لم يحصل بيعها لما توصل وصلت إلى الناس لما وصلت إلى الناس فلا بأس بذلك إن شاء الله نعم فقرته الثاني يسأل عن حكم أكل لحم الخيل الشيخ لا بأس به مباح قالت أسمى بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه فقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك دل على إباحته نعم الأخ أبو عادل يقول لدي بعض التساؤلات حول الأضحية وأرجو من سماحة الشيخ أن يبين هذه الأسئلة أول يقول الأضحية هل هي واجبة كل سنة؟ لا الأضحية غير واجبة إلا إذا كانت وصية إذا كانت وصية فإنها يجب تنفيذها وأما إذا كانت ليست وصية وإنما هي تبرع وتطوع من المسلم فهي غير واجبة نعم ولكنها متأكدة سنة مؤكدة نعم هل أشرك يقول أولادي الصغار والكبار فيها عند ذبحنا للأضحية وما هو وقت الأضحية؟ نعم إذا كانت من إذا كانت من أضلان تشرك فيها من تشاء وإذا كانت يعني جزء من البدنة أو البقرة فهذا محل خلاف بين العلماء قيل يشرك فيها من شاء وقيل إن الشرك لا يجزي إلا عن واحد الله أعلم نعم يقول بأنني لا يتيسر لثمن الأضحية فأستلف من أقاربي أو جيراني لشراء الأضحية إذا كنت واثقا من تسديد القرض فلا بأس بذلك أما إذا كنت غير واثق ولا تدري هل تسدده أو لا فلا تقترب نعم الأخ أبو كريم يسأل شيخ عن اليمين يقول متى تنعقد اليمين تنعقد اليمين إذا نواها إذا نواها بقلبه وقصدها ولكن يؤاخذكم بما لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم مثل قول لا والله وبلا والله في عرض حديثه وهو لا يقصد الحلف هذه ليس فيها شيء هذه لغو اليمين وأما إذا نوا عقدها فإنها تنعقد نعم له سؤال عن النذور يا شيخ يقول ما هي أنواع النذور ومتى يلزم بالنذر النذر هو التزام طاعة لله عز وجل لم تجب بأصل الشرع والله جل وعلا يقول في وصف المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويقول سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم يعني فيثيبكم عليه فدل على على مشروعية النذر قال صلى الله عليه وسلم لا نذر إلا في طاعة الله فإذا نذر طاعة نذر نذر طاعة نذر طاعة وجب عليه الوفاء به نعم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول في الآية الكريمة إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين نعم هذا إخبار من الله جل وعلا أن الأصل في الإنسان أنه هلوع عنده هلع وضعف لا يتحمل فإذا مسه الخير يمنع ولا يتصدق منه يبخل به وإذا مسه الشر يجزع وهكذا والواجب أن المسلم يشكر الله عند الخير ويتصدق منه وإذا مسه مصيبه فإنه يصبر على هذا واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعا نعم يقول لي استفسار عن الآية الثانية في رسالتي لسماحة الشيخ في قوله تبارك وتعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا لأنساب الآخرين بل لأجل تعارف والتواصل بين الأقارب نعم نعم فإن رب العزة فخامة رئيس الجمهورية التونسية رئيس الباجي قاعدة سبسي والبعض يظن كأننا نحن أوروبوين نحن لا نحن عرب أفارقة متوسطين وبعض دودي قاعد يتغير بسرعة وفي العمق وشريع أسلاح الجامعة قديمة جدا يد الله مع الجماعة ليست فقط برورة مع الإجماعة ما يلزمش نشتم المستقبل لا نشتمل ماضي ولا نشتمل مستقبل تونس كان دائماً بجانب السعودية والسعودية كان دائماً بجانب تونس لقاء خاص مع رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي الليلة الساعة الثامنة والنصف على شاشة السعودية بينما تم وما سيتم نحن في المنتصف تم برنامج اجتماعي يلمس قلب المواطن أمومه واهتماماته طموحه ونجاحاته مرآة تعكس نبض الشارع بصدقة هدفنا الرئيسي أن نحدث الفرق أنت المهم بل أنت الأهم برنامج تم على شاشة السعودية في الأوقات التالية حديث الشيخ من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه نعم حديث صحيح فيه دليل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة فإنه يجب الوفاء به لأنه التزم به فيجب تنفيذه وهو يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل وقال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله هل يطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه نعم ما زلنا مع أسئلتكم واستفسراتكم في برنامج فتاوى فضيلة الشيخ يقول لهذا السائل لماذا سمي التمر والماء الأسودان للونهما لأن كل منهما أسود نعم يقول أشكل علي وأنا أقرأ في الحديث عبارة ذكر هذا في الأدب المفرد ذكر هذا البخاري يعني البخاري يروي له كتاب اسمه الأدب المفرد يعني مفرد عن الصحيح ولم يلتزم فيما يريده فيه لم يلتزم الصحة وإنما يريد الصحيح وغير الصحيح في هذا الكتاب نعم أرجو يقول أن تتحدث يا شيخ عن فضل قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نعم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يغرس له يغرس لقائلها في الجنة يغرس لقائلها شجرة في الجنة هي كلمة عظيمة نعم أحسن الله إليكم يا شيخ الله جزاقير يقول في نعم وتكملة فضل ويقول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نعم شيخ صالح يغفل الحقيقة كثير من الناس ويمضون الساعات والأوقات في قيل وقال ويتركون هذا الكنز العظيم وهذه الكلمات البسيطة هذا حرمان وغفلة وجهل ينبغي المسلم أن يقلل من الكلام إلا فيما فيه فائدة لدينه ودنياه ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى نعم السائل أبو محمد يقول يا شيخ من أحب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقربهم منه حب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم بقية الخلفاء الأربعة ثم العشرة المشهود لهم في الجنة ثم المهاجرون ثم الأنصار رضي الله عنهم نعم هذا سائل يقول الشيخ صالح جزاك الله خير مساعدة الرجل لأهل بيته في التنظيف وفي إعداد بعض ما خرب في البيت يا شيخ هل في هذا نقص للرجل؟ لا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون في حرفة أهل بيته أو في شأن أهل بيته عليه الصلاة والسلام وهذا من التعاون يعينهم على ذلك نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ صالح فضيلة الشيخ صالح وقف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السائل يناشد ربه في بدر ويدعو فقال أبو بكر رضي الله عنه كفاك مناشدة ربك يا رسول الله فما معنى هذا؟ هل هذا استمرار لكثرة الدعاء؟ نعم هذا لما التق الجمعان في بدر وكان المشيكون كثرة والمسلمون قلة فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بهذا الأمر وبات يدعو ربه بات ليله قائما يدعو ربه أن ينصره وينصر أصحابه استجاب الله له ونصرهم على قلتهم كانوا ثلاثمائة أو بضع عشر والمشيكون كانوا أكثر منهم بالضعفين كانوا ألفا أو أكثر كانوا ألفا أو أكثر فبدعوات الرسول صلى الله عليه وسلم نصر الله المسلمين على الكفار فقتلوا منهم سبعين وأسروا منهم سبعين وكسبوا من أموالهم نعم وأسلحتهم هذا نصر الله عز وجل نعم بارك الله فيكم فقرته الثانية يقول الشيخ صالح أيهما أحب للرسول صلى الله عليه وسلم المدينة طيبها الطيبة أم مكة المكرمة لا مكة يا أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لما خرج للهجرة وقف عليه الصلاة والسلام والتفت إلى مكة وقال والله إنك لا أحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت نعم اللهم صلى الله عليه وسلم عليه رسول الله فضيلة الشيخ دعاء النوم يقول إذا المسلم آوى إلى فراشه فما هي الكلمات التي يقولها يقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين ثم يقول الذكر الوارد عند النوم ويحتاج إلى أنه يتعلم هذا الشيء ويحفظه نعم له فقرة أخرى يختم بها هذه الرسالة وأشكره الحقيقة شكرا جزيلا هذا السائل لأن الأسئلة كانت مختصرة يقول المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم أيهما أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المحبة والتقدير سمعت الجواب على هذا فيما سبق قريبا المهاجرون أفضل من الأنصار وكل له فضل عظيم لكن المهاجرون الذين تركوا أوطانهم وأموالهم رغبة فيما عند الله وهاجروا أفضل من الأنصار نعم على ماذا يقول يجب أو يستحب أن يفطر عليه الصائم إذا لم يوجد التمر على الموجود على ما عنده من الطعام نعم بماذا يقول فضيلة الشيخ يستحب أن يدعو الصائم عند فطره من الأدعية المأثورة عن الرسول نعم الأدعية المأثورة عن الرسول عند الإفطار في الصوم ما ورد في هذا الشيء ولكن يعني ورد أنه يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ويدعو الله بالقبول نعم الأخ السالم يقول هل لصاحب شيخ الدين أن يمنع المدين من الذهاب للحج؟ إذا كان ما عنده يعني مال يسدد الدين ويغطي نفقة الحج فإنه لا يحج بل يسدد الدين الذي عليه يسدد الدين الذي عليه إلا إذا أذن له الدين فلا بأس بذلك نعم من جهة لشيخ الحج هل هو مرة يقول في العمر وإن تزود؟ نعم الحج الفريضة مرة واحدة في الأمر قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا قالوا أكل عام يا رسول الله أو قال رجل أكل عام يا رسول الله قال لا إلا أن تتطوع هذا الأخ السائل أبو عبد الله الحقيقة أرسل بسؤال لسماحتكم يقول نادى الله عز وجل رسوله بأسمائهم أما الرسول صلى الله عليه وسلم فناداه بيا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك نعم هذا مما يدل على فضل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ومكانته عند الله عز وجل أنه ناداه باسم الرسالة وباسم النبوة ولم يناده باسمه العلم نعم هذا السائل يقول يا شيخ الآية بسم الله الرحمن الرحيم لماذا لم تذكر أو لا نقرأها في سورة التوبة لأنها لم تنزل قبلها كل السور تنزل قبلها بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة التوبة فإنها لم تنزل قبلها نعم أسئلة وصلتنا من الأخ بوتركي يقول قرأت عن الوصال فهل للإنسان أن يواصل في الصوم اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن الوصال لضعفهم وقالوا إنك تواصل يا رسول الله قال إنكم لست إني لست كهيئتكم إني أبيت لربي يطعمني ويسقيني وقال من كان مواصلا فليواصل إلى السحر نعم أحسن الله إليكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه ما مناسبة ذلك البيان مناسبة ذلك البيان لهذا الجبل جبل أحد نعم فضيلة الشيخ بالنسبة للمواريث يقول هل لطالب العلم أن يقرأ عنها وأن يقرأ عن الفرائض أم يكتفي بأركان العلم المواريث وما يكفي فيها القراءة لا بد أن يتعلمها على أحد العلماء المتقنين لها ويكثر من التطبيقات والأمثلة حتى تثبت عنده فهو أول علم يفقد كما يقول الناظم أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد نعم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة عقوبة له عقوبة له الرجال لا يلبسون الحرير إلا لعذر إلا لعذر إذا كان فيه حكة وحكة شديدة والحرير يبرد الحكة لا لبس يلبسوه نعم فضيلة الشيخ ما أبرز يقول كتب الإمام الطبري من الكتب الشرعية الإمام الطبري بن جرير الطبري نعم أبرزها شرح صحيح البخاري شرح صحيح البخاري لا تفسير نعم أبرزها تفسير القرآن للإمام الحافظ بن جرير الطبري تفسير القرآن تفسير بن جرير هو أكبر التفاسير وهو أم التفاسير نعم بارك الله فيكم لكل إنسان من اسمه نصيب هل هذا أثر شيخ؟ لا هذا كلام على ألسنة الناس أن الإسم يدل على المسمى يدل على المسمى أو على مكانة فضل المسمى الله أعلم له الفقرة الثانية في الآية الكريمة أشهر الحج يقول في الآية الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج نعم الحج أشهر معلومات هي شهر شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة هذه أشهر الحج الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة نعم بارك الله فيكم في حديث شيخ مكة الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على رئل وذكوان نعم الذين قتلوا قراء الصحابة قتلوا قراء الصحابة طلبوا منه أن يرسل معهم من يقرئهم القرآن فغدروا بهم وقتلوهم فجعل صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم بارك الله فيكم سماحة الوالد اختموا هذه الحلقة بدعاء لجنودنا المرابطين في الداخل والقارج على حدودنا لحماية هذه البلاد فلعلكم تختمون هذا الحلقة بالدعاء نسأل الله جل وعلا أن يعينهم وأن يمدهم بالنصر وأن يحفظهم وأن يتقبل شهداءهم وينصر أحياءهم وأن يثبتهم وأن يثيبهم ثواب المرابطين في سبيل الله نعم جزاكم الله عنه وعن المسلمين خير الجزاء سماحة الوالد الشيخ صلاح الفوزان ورفع ذكركم في الدارين وجزاكم عن أمة الإسلام خير الجزاء أشكر فريق العمل الحقيقة الذين هيئوا هذا اللقاء من البرامج الدينية عبد الرحمن المدرع وزملاء المعدين والمصورين والمخرجين كما أنقل لكم تحيات زميل السلطان العتيبي الذي أخرج هذه الحلقة المباركة أما أنا فأصيكم وأقول استمروا في طاعة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته